موسيقى 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 حرب غزة إلى أين نحن ذاهبون؟ أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان أغلبنا معظمنا عم نشاهد الأحداث اللي عم بتدور في الأرض المقدسة الحرب بين إسرائيل وبين حماس في غزة والسؤال إحنا لين رايحين؟ طبعاً هذه الحلقة بتكلمها من قلب يعتصر ألماً على الكم الهائل من القتل والذبح ويعني الدم الذي يسفك ولسيما دماء الأبرياء وطبعاً المناظر اللي منشوفها يومياً على شاشات التلفزيون في سبعة أكتوبر دخلوا حماس إلى إسرائيل وقتلوا ألف وأربعمائة شخص الأغلبية الصاحقة من المدنيين من رجال ونساء من أطفال والعجائز وأخذوا أكثر من متين رهينة إلى غزة والعدد الكبير منهم نساء وكبار في العمر وعلى طول طبعاً إسرائيل أرادت أرادت أن تكيل الصاع صاعين واللي عم نشوفه من مقاسي ومجازر اللي عم ترتكب في تلك الأيام في بلادنا الحبيبة مناظر مؤلمة جداً ولسيما تتفرج على النساء اللي بيندبوا واللي بيبكوا على أولادهم وبناتهم ولسيما المدنيين والأحداث طبعاً عم بتسير من سيء إلى أسوأ وهذا أثر بشكل عام على كل أنحاء العالم صار فيه نوع من الحقد صار فيه نوع من الكراهية صار فيه نوع من الاعتداء وصار فيه نوع ما يسمى غياب القانون الناس صارت تأخذ القانون بأيديها وترتكب كل أنواع الجرائم في هذه الحلقة رح أتكلم على ما يحدث في الأراضي المقدسة وبصراحة رح أتكلم لكل الأطراف ورح أتكلم عن عدة أسئلة ما هو مصدر العنف ثم لماذا استخدام الشعارات الدينية في قتل الأبرياء لماذا العنصرية ولماذا الحقد والكرهية ثم ما هي فكرة الشهيد وأنهي طبعاً بمواصفات مملكة المسيح في النهاية أنا أدعوكم حتى تشاهدوا هذه الحلقة ورجاء كل من يسمعني ارفع صلاة الآن من أجل الوضع في غزة بين إسرائيل وغزة صلي حتى محبة وسلام المسيح تسود وتملأ أراضينا موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتكلم طبعا إلى الشعب في اسرائيل او داخل اسرائيل تاريخيا لا يمكن ان تبنى اي دولة او اي امبراطورية على اكتاف الضعفة الله يرى الله يرى ويعرف كل ظروف وكل الاحداث ولسيما على اكتاف العزل والمدنيين طبعا ما في بيت في بلادنا سواء في الداخل ما يسمى عرب اسرائيل او فلسطين 48 ما قبل كل بيت فقد احباؤه كل بيت فقد اشخاص عزيزة على قلبه وطبعا ما في بيت يعني احنا في بيتنا في 48 اهل امي من حيفا لما صار الضرب على حيفا جدتي اخوالي راحوا للبنان وعلى اساس انه مسافة قصيرة بتنتي الحرب مثل ما كتير من الناس بوقت الحرب بيتركوا عشان يرجعوا لبيوتهم ولم يرجعوا طبعا احنا ربينا في بيت مثلا الوالدة تقول هذا بيتنا وهذا ارضنا في منطقة جميلة جدا عند جبل الكرمل المذكور في الكتاب المقدس والحقيقة انه جدتي اتوفت اخوالي اتوفوا وكل عائلة الوالدة كل عائلة امي لا اعرف عنهم اي شيء مع انه اسكن في الجليل بين الجليل وبيروت ممكن الماكس يمكن ساعة ونص بالسيارة ولكن الحرب دايما فيها مقاسي وفيها طبعا امور مأساوية اللي الكل بيتضرر منها كتير من الفلسطينيين اتهجروا كتير من الفلسطينيين عندهم مفاتيح بيوتهم باديهم عندهم ما يسمى الكوشان يمكنها كلمة تركية طابوا بتاع بيوتهم ولكن لا يستطيعوا ان يذهبوا الى بيوتهم وكتير من الناس بتتكلم عن هذا الموضوع على اساس تحقيق نبوة بغض النظر الله هو اللي بيحقق النبوات ولكن كبشر يعني السؤال هل الله بتطلع عيلة مسيحية من بلدها عشان ييجي ملحد من روسيا او من شرق اوروبا يسكن مكان اهلي انا حبيت اتكلم في البداية ليس عن حقد ولا كراهية لانه لما اختبرت المسيح اختبرت المحبة او بالاحرى اعتمدت معمودية المحبة ما عندي اعداء بل بالعكس رتانظر لكل ما يحدث من منظور الهي وليس من منظور بشري ولكن سياسة الكراهية وسياسة العنصرية معاملة الناس يعني اقل طبعا هذه مشكلة رهيبة جدا وكلو عم بيتأثر سواء بغزة او بتضف تخيل انه واحد من بيت لحم لا يستطيع ان يدخل القدس واناخد تصريح ممكن اذا في اي اشكال ممكن يستنى ساعات وممكن يرجع فانت تخيل الظروف الصعبة والكم وعد عن ما يسمى العقاب الجماعي يعني واحد عمل عملية سواء قتل او اعتقل في السجون الاسرائيلية ولكن بيهدموا كل بيته او كل العمارة اللي ساكن فيها ما يسمى عقاب طبعا جماعي ممكن هذا الحديث يطول مع الى او مع الى اخره مش هذا الموضوع ابتبعي بس اللي عاوز اقول انه لا توجد مملكة او امة تبنى على اكتاف مدنيين او باسم الدين او لاي سبب ما ولا توجد مملكة او شعب يعني يعيش او يعامل الناس اقل من مستوى وكأنه في عنصرية في طبقات من الناس وهذا طبعا موضوع اخر اصعب شيء انه الانسان يواجهه هو موضوع الظلم مرة تانية انظر الى وجوه الامهات الامهات اللي عم بيبكوا وليس من رثاء عم بيتقلموا بكل انواع الالم تخيل انه اكتر من 200 الف شخص ما عندوش بيت حاليا في غزة مع انه شعب غزة كان ايضا شعب لاجئ ولكن يعني اللي بهمني وجوه الامهات والظلم اللي عم بصير هاي من ناحية انا بتكلم الكتاب المقدس بعلم في خليني اقرأ في العهد القديم في نبوة اشعياء النبي او خليني ابتدي من سفر المزامير اصحاح خمسين من اية 16 هون الله بيتكلم يقول وللشرير قال الله ملك تحدث بفرائدي وتحمل عهدي على فمك وانت قد ابغطت تأديب والقيت كلام خلفك اذا رأيت صارقا وافقته ومع الزنا نصيبك اطلقت فمك بالشر ولسانك يخترع غشا تجلس تتكلم على اخيك لابن امك تضع معثرة وهكذا يكمل الرب في سفر اشعياء صاح الاول يقول الرب رؤوس شهوركم واعيادكم بغضتها نفسي الناس بتحب الاعياد وبتعمل رن وطن في وقت الاعياد الله بقول انا كرتها صارت علي ثقلا هو الله بيتكلم على فكرة مللت مللت حملها فحين تبسطون ايديكم اصطر عينية عنكم مع انه في العهد الجديد يقول يعني ايها الرجال رافعين اياد يعني لما نصلي رافعين اياد طاهرة تعبير عن الطهارة القلبية ولكن هنا يقول للاشخاص اللي بتصلي وبتكرر الصلاة تبسطون ايديكم اصطر عينية عنكم وان كثرتم الصلاة تخيل الصلاة عشان تكون communication تواصل مع الرب يقول وان كثرتم الصلاة لا اسمع ايديكم ملآن دمًا على الناحيتين طبعا بتكلم والكلام للناحيتين كفوا عن فعل الشر تعلموا فعل الخير اطلبوا الحق انصفوا المظلوم اقدوا لليتيم حاموا عن الارملة هلما نتحاجج يقول الرب ان كانت خطياكم قل قرمز طبيض كالثلج ان كانت حمراء كالدودة تصير كالصوف ان شئتم وسمعتم تأكلون خير الارض وان أبيتم وتمرتم تأكلون بالسيف لأن فم الرب تكلم يعني بكل بساطة الله يقول انصفوا المظلوم اقدوا لليتيم كف عن فعل الشر تعلم فعل الخير اطلب الحق الحق وتعرفون الحق والحق يحرركم حاموا اقدوا لليتيم حاموا عن الارملة في سفر الجامعة الإصحة الخامس والآية تمانية آية مشهورة جدا يقول الكتاب ان رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر لأنه فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما مهما وصل الإنسان مهما تعظم الإنسان كل أمة تهلك من داخلها إن لم تسمع صوت الرب أو كما قال موسى النبي في التثنية 31 آية 15 مكتوب قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك من بعدك العوز أقول بغض النظر الله يرى يعني إسرائيل اليوم هي بلد علماني وتكثر فيها الإلحاد يعني إلحاد نسبة عالية جدا في إسرائيل ولربما تستغرب تستغرب إن واحدة من أعلى نسب الإجهاد واحدة من البلدان مثل تل أفيف من أعلى النسب في العالم في موضوع الشزوز الجنسي وبعدين منصلي ومنطلب الله ومنطلب الحق وعلى فكرة هاي للطرفين لأنه كل واحد بيختار التدين بطريقته الله لا يسمع إن رفعت إيديك الله مش رح يسمع إن عيدت الرب مش رح يسمع إذا بتحاول إذا تحاول تتكلم ما فيش حق كذب سرقة اختصاب نهب كله بإسم الدين الله مش رح يسمع وهذا طبعا للطرفين خليني أجي أقول من ناحية تانية لحماس الأغرب أحبائي في الموضوع إنه مظاهرات في كل العالم بتأيد حماس وبدون أن تعلم مثلا حماس إيش عقيدتها أو إيش رأيها بالموضوع وهذا شيء معروف للفلسطيني إحنا كلنا منعرفه إحنا في شبابنا اتربينا على شيء ما يسمى الوطنية الوطنية على أساس الوطن للجميع ولكن إذا حولت الوطن إلى قضية دينية صارت كلها الأقصى طبعا فيه إشكال للعديد من الفلسطينيين المسلمين طبعا والمسيحيين تحولت إلى قضية دينية طبعا حماس دخلت إسرائيل وقتلت الأبرياء نساء أطفال حرق وذبح أصلا بأي عرف بأي دين هذا طبعا بالنسبة للكتاب المقدس أو بالزبط خليني أحقيها أخلاقيات المسيح والعهد الجديد ترفض هذا رفضا قاطعا بأي مبدأ وبعدين يعني حتى في التعليم المسيح بقول كل مراضيا لخصمك ومرة تانية في لوقة بقول إذا أنت بدك تحارب جيش إذا أنت عندك عشر تلاف والجيش جاء عليك بعشرين ألف على طول بتحاول ترسل صفارة للسلام والصلح لأنه فيه طرق أخرى وطرق عديدة اللي ممكن تتعامل فيها مع الآخرين ولكن أنت بكبرياءك وعنفوانك أنك أنت تقتل دم الأبرياء طبعا كل الإزاعات كل الأخبار بتقول هذا حق من إسرائيل لنتدافع عن نفسها بغض النظر شو الخلفية الترخية اللي حكيت عنها وعلى فكرة أنا تحايدت أنه أتكلم عن الخلفية الكتابية لكل هذا الموضوع ولكن صار إلى الحق ولكن مع أنه صار عقاب جماعي وقتل أبرياء كثيرون في غزة عم بيدفعوا الثمن السؤال شو استفدنا من من حماس طالما أنه الحرب هي الدينية طالما أنه باسم القتل والإرهاب ثم أحبائي خلينا نكون صارحين يعني حماس مش عم بتحارب على شيء اسمه وطن وأنا آسف يمكن ها أول مرة تسمعوني بعلق تعليقات سياسية مش الغرض أنه أكون معلق سياسي ولا على فكرة القنوات الفضائية وإلا كتير ناس عم تشغل أوقاتها بمواضيع من هذا المواضيع ياريتنا نتكلم عن يسوع أكتر ولكن اللي عاوز أقول في حقائق معروفة للكل عنا في في أرض فلسطين غزة بلد جميلة جدا بلد تعتبر على مفترق الطرق القديم والحديث اللي هو طريق البحر غزة يعني الكتاب المقدس بيتكلم عن واحد شخصية عظيمة كان وزير في الحبشة وتقابل معه واحد من الشمامسة اسمه فليبوس آمن واعتمد في منطقة غزة فغزة يعني كانت انطلاقة للتبشير حتى في أفريقيا ولكن أحبائي للأسف الشديد عاوز أقول غزة في غاية الجمال أرض خصبة مع أنه عدد سكان هائل جدا بقطعة صغيرة جدا أكثر من 2 مليون أتكلم على قطاع غزة بالكامل 2.3 مليون شخص يعني إذا بتمشي بغزة كيف ما بتمشي بتدعم بشخص ما فيش مساحة أرض كبيرة ولكن الإمكانيات هائلة الأرض الخصبة والإمكانيات اللي ممكن تستخدم ممكن يكون فيها ميناء عظيم ممكن يتبنى فيها الفنادق والمطاعم وأن تكون مرتع لكل السياح يجي للشواطئ ولأنه شعب غزة شعب طيب جدا ولكن مع رش أكتر من 17 سنة شو اللي استفادوا شعب غزة بالعكس أنفاق 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 والشعب الأغلبية الشعب هو تحت خط الفقر ولولا المساعدات الإنسانية والمنظمات العالمية اللي بتساعد في غزة كان ماتوا من الجوع فضاعت الحقوق الأساسية باسم الدين راحت أو ضاعت الحقوق الوطنية لأنه طبعا إذا بتقرأ التشارتر طبع حماس ما هيش فكرة وطن مش مهم ممكن يكون بأي مكان بسينة بأي محل بس المهم أنه يتمم الدياني ويبتدي ما يسمى الخلافة الإسلامية فضاعت الحقوق بأكملها وطبعا منشوف مظاهرات في كل أنحاء العالم مع حماس بدون ما بيعرفوا إيش حماس أو بيقامنه مش عم نشوف مظاهرات لصالح السلطة الفلسطينية اللي على الأقل معتدلة شوي بلاد بأكملها عم تخرب تشوف مظاهرات بفرانسا بيكسروا بيحطموا بلاد اللي فتحت أبوابها للاجئين اللي أنت كنت مظلوم ومحروق في بلدك عم بتدمر بلد آخر في داخستان مثلا بصيحوا الله أكبر في المطار عوزين يمسكوا يهود ويقتلوهم والأغلب والأغرب من كل هذا رئيس دولي مثل أردغان عم بيشدد للناس الصليب ينكسر بتعاوز تكسر الصليب يعني هاد هو أهمك إنه الصليب يتكسر ما فهمتش شو معنى الصليب وكسر مليون صليب ما هيش فكرة السلبان المعلقة فبتشوف كم الكره الشديد من خلال هذا الموضوع طبعا قوانين الحرب معدومة في مناطقنا والأصعب أحبائي يعني كتير الشعوب بتحارب دائما الكلمة المعروفة ما في مجد بالحرب الحرب مأساة للمنتصر والمهزوم على كل الحالتين معاناة ومأساة للجميع ولكن عشان تشوف إنه القضية الدينية أنا بحياتي ما شفت شعب إنه ممكن يقتل أبرياء ويوزع حلويات توزع حلويات ليه بتبارك على إيش بتقول مبروك بتبوس على إيدين مثل زعيم إيران في نساء وأطفال تقتلوا إنت بتقدم حلويات هو أنت بتفكر إنه ربنا مش شايف هو الله يرتشى بشوية أعمال ولا بشوية قضايا دينية ما تعلمناش عن طبيعة الله وعن صفات الله إنه الله مخيف الوقوع بين يدي إنه الله نار آكلة إنه الله لما بيغضب ببيد شعوبة بأكملها كما فعل بشعوب كنعان قديما ما تعلمناش عن الله ما تعلمناش دروس من التاريخ وهذا أغرب شيء إنه تلاقي ناس عم بتوزع الحلويات في قتل الأبرياء فسؤال مرة تاني شو استفدنا يعني حماس قتلت وراحوا تحت الأنفاق أكتر من 2 مليون معرض للضرب طب أنتو معرفتوش إنه إسرائيل بدها ترد معرفتوش إنه راح تنتقم طب إذا أنتو تخبيتوا تحت الأنفاق ليه كل هاي الأبرياء يدفعوا الثمن ليه مثلا إحنا كفلسطينيين ما حدا يطلع في مظاهرة ضد حماس ما سببته من معاناة ومأساة الخوف والرياء أمام الناس مستعدين نادي الشعارات ونطلق كل أنواع الشعارات ولكن قلبيا عم نتقلم وعم نعاني من كل أنواع الظروف الصعبة اللي بتمر علينا كأنه يعني لا قيمة للأرض مع أنه بالنسبة إلنا كمسحيين إحنا فيه وطن اسمه السماع عاوز تنفذ الخلافة الإسلامية هل هو بس بالعنف والقتل يعني موضوع مش عاوز أكمل فيه لأنه الموضوع فيه عنصرية عنصرية دينية يعني واضح حتى لما أنت بتكون عندك اليهود عنده عنصر ضد العربي والعربي أو المسلم بالذات حمساوي عنده عقدي مع اليهود تاريخيا اليهود أحفاد القردى والقردى والخنزير ومنسمع الشعارات والأحقاد اللي بتكلموا منها من المنابر شعرات غضب كراهية أحقاد عنصرية الدم في كل في كل محل شمعنا ما بنين غزة طورناها شمعنا ما بنين مستشفيات ومدارس شمعنا ما بنين الاقتصاد ملاجئ اللي تحمي المدنيين ليش ما ما طورناش الأمور ليه ما فكرناش احنا قتلنا وبعدين انت كبرت الله أكبر طب الناس شو استفادت انت قتلت باسم الله وأكبر ومع انه هذه جريمة نكراء بحسب الكتاب المقدس لانه لا تذكر اسم الله باطلا لا يتبرأ يعني ما تجيبش سيرة قتلت قتلت ولكن ما تجيبش الدين والله في الموضوع لا تخصب ولا تقتل وبعدين الله نصرنا لا ما الناس عم بتعاني شو استفدنا من كل موضوع وانا بعتقد ان كل انسان بحب الحق اكيد راح يفكر مثلي خليني احكي رسالة تالتي للمسيحيين مسيحيين على اختلاف طواقفهم كن منصف اصبحنا حكام يمكن بسبب ظروف الدين صرنا ناخد مواقف مع انه احنا لازم نحب الجميع نحب اليهودي نحب المسلم ونحب حتى الاعداء فصار في قضية بين كتير من المسيحيين المسيحيين في الغرب في كتير منهم برو ازرائل وكتير مسيحيين قالوا انت برو ازرائل لا احنا برو بلسطين يعني انا مع اسرائيل او انا مع فلسطين ومنصلي الله مش رح يسمع صلاتك حتى لدرجة مثل ما قرأت انه صلاتك صارت مكرهة يعني انت لو ما بتصلي بالعكس انت بتزيد على جرائمك واللي بيقتل باسم الدين وبصلي او بكبر انت بتزيد على جرائمك فكمسيحي احنا انا مش مع او ضد اذا انا قلت انا مع هذا الشعب معناته انا بكره الطرف الاخر والحقيقة احنا ما بنكره اي احد الم يعلم المسيح احب اعداءكم باركوا لعنيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسئون اليكم الم يقول الرسول بولوس لا تنتقموا لانفسكم لان لي الجزاء لي الانتقام يقول الرب لا يغلبنك الشر لا يغلبنك الخير بالشر بل اغلب الشر بالخير يعني انت كل ما بتفعل الخير وبتنصف الناس الله بباركك اكتر فاذا كمسيحي خلينا ننصف في هذا الموضوع وبعدين عم تكتر السوشال ميديا في هذه المواضيع اللي بتزيد الاحتقان وبتزيد الكراهية وبتزيد العداء وكأنه دايما احنا اقول احنا بس عشان نتكلم الحق لا في مشكلة تاريخية كتابية لها حلها وممكن نعطيها حلقة تاريخيا ولكن انت ما فيك تلغي حالة معينة من شعب كامل مثلا كان بيسكن الارض مثل اجدادي مثل الجد وجدتي وكذا وبكل بساطة تحكيها حتى بدون ما يكون وجك عابس او يكون وجك زعلان لما بتحكيها انه ناس انطردت من بيوتها فعالاقل خلينا دايما نتكلم الحق بتعرفوا الله مش مع الشعب وهاي الاشي اللي انا عاوز اواضحه بتعرفوا الرب الرب الاله وعد ابراهيم بانه يسكن بالارض ولكن مع الوعد الله قال له امر غريب جدا انه شعبك رح يتغرب رح يكون تحت شعب تاني 430 سني اكتر من 400 سني كان الله بحذر شعوب كنعان ومع كل هذا رفضه وعندما جاء الوقت خلي بالك حروب اسرائيل قديما مش حروب دينية الحروب الدينية دخلت في الاسلام من القرن السابع والثامن ولكن لما حاصروا اريحة اول بلد كنعان طبعا بعد ما اجوا من ارض مقاب يعني من الاردن اليوم قبال اريحة يشوع رح يصلي ظهر له رئيس جند الرب في سفر يشوع اصخاح خمسة ممكن ترجع لها الاية 13 و14 سأل يشوع لما شاف رئيس جند الرب هل لنا انت او لأعدائنا عم بيحكي مع الرب انت معانا ولا ضدنا قال له فقال كلا بل انا رئيس جند الرب الان اتيت موضوع كنعان هذا موضوع تاني هذا موضوع قضاء قضاء الهي دينون الهي على كل في حلقة راح او على الفيسبوك راح احكيها لماذا اباد الله الشعوب كنعان راح تشوف الخطايا الفضيعة اللي كانت ترتكبها هذا الشعوب فالله قديما كان بيستخدم امة ضد امة ينقل شعب يحط مكان شعب وهي منشوف في كل الشعوب المحيطة في الكتاب المقدس فسأل انت معنا ولا ضدنا انا لا معك ولا ضدك انا رئيس جند الرب في يوم من الايام لما بعت النبي يونان قال روح خبرهم وتابت اشور تابت نينو لفترة طويل الله عفى عنها حوالي 100 سنة لأيام النبي نحوم لانه نادى بالتوبة ونينو تابت فهذا اندل على الشيء بالدل انه الله بيعطي الفرص ولكن احنا مش حكام النبوات الله بتتممها انت عليك شيء واحد تبشر بيسوع المسيح تنشر رسالة المحبة ورسالة السلام وهذا الكلام لاخوتي واخوات المسحيين ولخدام الرب انتبه شو بيطلع من فمك ما هياش قضية مشاهدات على الفيسبوك حط مفرقعة عشان يكون عندك مشاهدات لا انتبه من الكلام احنا في منطقة حساسة جدا ورغم انه هذا الكلام اللي انا بحكيه امامك وانا معرض حياتي للخطر بينما الكتير لا يسافر انا بسافر بروح على بلادنا عدة مرات وبسافر على الدول العربية وبسافر على فلسطين وانا بحكي اللي حكيته حكيته هناك public لعلنا يعني مش ما عنديش خوف من هذا الموضوع اللي بيتكلم بالحق ولكن بنفس الوقت عندي احشاء عندي محبة على الناس انا زعلان من حماس لكن مش من شعبنا الفلسطيني بستغرب شعبنا اعلى نسبة مثقفين متعلمين في العالم اعلى نسبة اطباء جامعيين ما فيش عنا امية زيرو الامية في فلسطين ولكن للأسف حكامنا واحنا زي القطيع عم نمشي مش عارفين نعمل القرار الصحيح فانا مش بتكلم ومجرد يعني جالس وراء استوديلا انا بسافر وبروح وباجي لانه عارف انه حياتي لما الرب بقول هذا وقتك ما عنديش مشكلة انا مستعد اروح عند الرب مع المسيح يسوى ولكن انا بتكلم عشان يكون في توبة جماعية توبة حتى الله يشفي بلادنا ويبرق اراضينا على المستوى اسرائيل وفلسطين شعبين ممكن يكون من احلى الشعوب اذا تعايشوا مع بعض في سلام فاذا هذا الوقت مش عشان تاخد موقف هذا الوقت ليس للإداني ولا للحكم ربنا يعطينا المحبة والنعمة ولكن هذا الوقت هو للرثاء شعبنا وحبايبنا اللي بمروا في أحلك وفي أصعب الظروف وعلى فكرة طالما حكيت عن هذا الوقت احنا خدمة نور لجميع الأمم خدمة واضحة جدا هي خدمة الرب يسوع المسيح تتميم المأمورية العظمة اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها أكون أكبر مجرم إذا ما خبرتك عن الأخبار الصارة الحياء الأبدية من خلال يسوع المسيح وما فعله بموته على الصليب وقيامته من الأموات إن آمنت بيسوع المسيح لك حياة أبدية ولكن خدمتنا مثل ما الكثير بيعرف هي خدمة خماسية كان يسوع يطوف كل قرى ومدن الجليل واحد يعلم فيما جمعهم يعني يعلم الكلمة كلمة الرب تنين يكرز ببشارة الملكوت ورح أختم بهذا الموضوع بشارة الملكوت الأخبار الصارة في ملكوت جديد بينتظر كل واحد من خلال تتويج المسيح رب ومخلص على الحياة والكام الشيء الثالث خدمة تحرير كان يخرج الأرواح الشريرة وما أكتر الأرواح الشريرة بلادنا ملبوسة بعفريت وأرواح شريرة لسبب واحد الزنا والقتل دماء الأبرياء فخدمة تحرير فخدمة تحرير شيء رابع هي خدمة طبعا إحنا قلنا التعليم الكرازة التحرير من خلال كلمة الرب ومن خلال سلطان المسيح شيء آخر فعل الخير أن نفعل الخير للجميع كان يسوع يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت وهذا كمان شيء آخر شيء خامس يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب كان يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتصلط عليهم إبليس هاي الخدمة أحبائي هي الخدمة اللي احنا بنبشر فيها طالما حكيت عن هذا الموضوع في كتير من المؤمنين بحبوا يدعموا الخدمة أو الشعب اللي تضرر في غزة يمكنك أنك تدخل على صفحة نور لجميع الأمم وفي مكان للتبرع ولما تتبرع بس حط من تحت لطبعا يعني للمساعدات الإنسانية وطبعا هاي كلها بتروح لمساعدة الناس وحنا ساعدنا كتير من قبل في كده دولي في اللي تضررت وبصلي أنه أكبر عدد يتجاوب معنا أنه يدعموا هذه الخدمة سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا قبل ما أواصل الحديث في معنا مكالمة من سوسن من فلسطين أهلاً وسهلاً أخت سوسن أنت معنا على الهوى سلام لكم سلام لجميع سلام البسيح معك يا أخت سوسن أهلاً وسهلاً سلاماتي طبعاً أخت سوسن أنت عم بتابع الأخبار والأحداث أنت من فلسطين من وين؟ من منطقة بيت لحم بيت لحم ولكن تعرف الأوضاع عن غزة؟ طبعاً الوضع في غزة يعني زي ما إحنا كلنا منشوف الأخبار ونسمع الوضع اللي بتمر فيه لبلاد وقت عصيب جداً وقت مش مطمئن أحداث منشوفها كارثية جداً حقيقةً في الأخبار فصلوات إذا إحنا بننصلي لأهل غزة منصلي أنه حقيقةً توقف الحرب في أسرع وقت يوقف هذا النزف للدماء منصلي كمان أنه معنوياتهم ترتفع المعونات الإنسانية تدخل فمنصلي لأنه ربنا عن جد يرحم يرحم هذا الشعب اللي اللي عم بمر في وقت مش سهل أبداً أخت سوسن هل أنت عندك أي أهل موجودين في غزة؟ نعم في معارف هناك وفي أقارب هناك نعم نتواصل معاهم والوضع صعب حقيقةً جداً في غزة يعني هن موجودين في مكان آمن هو طبعاً ما فيش أي مكان آمن في غزة مثل ما الكثير بيعرف أنه حتى المستشفى انضرب مستشفى غزة وعيلتين أكملهم في غزة عيلة السور وعيلة الطرزة ونحن نعرف البعض منهم على فكرة أنا خدمت في بداية خدمتي خدمت في هذا المستشفى وكمان أصدف الكنيسة خدمت وكمان في المستشفى اللي انضرب اللي هو أصلاً كان مستشفى مع مداني تابع للكنيسة الأنجليكانية واليوم اسمه المستشفى الأهلي كمان انضرب وللأسف يعني ما فيه أي مكان مخفي إلا انضرب تفضل أخت سوسن سراحة فيه شي مكان آمن في غزة من اللي منسمع واللي عم منشوفه كمان عبر الأخبار ما فيه أي مكان آمن حالياً في غزة الوضع كارث كتير طبعاً الاتصالات بصعوبة فالصلوات الصلوات إنه بس إنه حقيقة ربنا يرحم ويوقف هذا الحرب بأسرع وقت ممكن لأنه الوضع عم بيصير مأساوي عم بيصير كارثي أكتر وأكتر فكمان إذا بوجه لكم هيك سؤال كمان كيف ممكن أنتوا تشجعوهم يحسوا أنه فيه أمل في بكرة وسط هاي الظروف الصعبة وسط الممكن الإحباط وسط الموت وسط الدمار اللي عم بيشوفوه كيف ممكن يشعروا في أمل في بكرة سؤال سؤالك أخت سوسن يعني في غاية الأهمية ورح نتكلم عنه ولكن إذا أنت بتتواصل مع معارفك سوسن إيش ممكن يعني إيه الاحتياج هناك في الوقت الحالي في الوقت الحالي الاحتياج للصلوات أنها توقف الحرب والاحتياج لل أنه تصلي كمان أنه تقدر تدخل المساعدين في احتياج كتير كبير في هذا الاتجاه كمان منصلي أنه الناس يعني تكون متماسكة يعني قريبة من ربنا أكتر في هاي الأوقات لحتى تقدر تكون ثابتة وما عندها هالإحباط أو تغبط المعنويات آمين أخت سوسن إحنا صلاتنا ومحبتنا معكو وصلاتنا ومحبتنا وفكرنا مع شعب غزة الغالي على قلب الرب وعلى إقلوبنا وفعلا ربنا يحل كل هاي النزاعات وإحنا شفنا إنه الدين لما بقول الدين أنا بقصد التطرف والمظاهر والأشكال التي تستخدم باسم الدين هذا ما أقصده ولكن عنها ربنا يصبر ربنا يغمر بحضوره ويكون معكم مثل ما كان مع الفتية الثلاثة في العهد القديم في وسط أتون النار في وسط النار رب يكون معاكم يحميكم ومكتوب عن يسوع وعلى اسمه يكون رجاء الأمم جرب يسوع في هذه الظروف الصعبة سواء مسيحة أو مسلم ارفع عينيك لفوق ارفع عينيك على يسوع عليه رجاء الأمم رجاء المجل الكتاب المقدس بيعلم شكل واضح أنه في آخر في آخر الأيام رح تيجي أزمنة بس هاي الأزمنة صعبة جدا في 8.6 ثلاثة مكتوب عن هاي الأزمنة الصعبة يعني الكلمات كتير يريد تقرأها في الإصاحة الثالث من تموثاوس الثانية الشعب بيكون ما عندوش الحنية بلحنو محبين لأنفسهم شرسين شراسة عصر الشراسة القتل يعني والتفنن بالقتل ما فيش أي ريجارد للنفس خائنين الخيان بهالأيام بالدم صارت مقتحمين والأغرب من هاي الليستة الطويلة العريضة اللي بيحكيها في تموثاوس رسول بولوس بقول لهم صورة التقوى وهم منكرون قوتها يعني كل هاي الشرور والفساد والقتل والزنا والاقتحام والشراسة لحنية كبرياء إلى آخره لهم صورة التقوى ولكن منكرون قوتها وهو طبعا انت بدك تقنع الناس تعال في الشرق الأوسط كيف تقنع دخل الدين دخل الدين بس أنا أخاف أن الناس في يوم من الأيام تصل لوضع يقول لا خدعتونا بالدين أنا عاوز إشي بيعطيني حياة والحياة هي في يسوع المسيح إخوتي وأخواتي قانون الله لا تقتل لا تقتل غرض الله أن يعيش الإنسان فرحان مصرور مبسوط سعيد مش يدمر ولكن للأسف الإنسان اللي عم بيدمر نفسه بتعرف واحدين من الأسماء لأورشاليم في الكتاب المقدس بسميها مدينة الدماء تخيل مدينة الدماء من أول التاريخ لما قتل قائن هابيل والرب سأل سأل قائن بل أين هابيل قال له صوت دماء أخيك صارخ إلي من الأرض أنا قريتها التفسير بالعبري كول دماء أخيخ يعني صوت دماء بنادي بنادي بطالب بالحق بطالب بالبر ويطالب بالعدالة حضر حضر المهات النساء النساء صار صار يتعلم من الإنسان مكتوب أحباء سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه لأن الله على صورته عامل الإنسان هذه الكلمات بعد الطفان لما خرج نوح من الطفان هذه كانت الوصية الأولى من الرب لنوح لأهمية الموضوع لأنه الحياة هي في الدم ولأنه الإنسان شيء تاني لأنه الإنسان مخلوق على صورة الله الصورة الأدبية الأخلاقية وكأنه إنت لما بتقتل الإنسان مشان هيك بتتلموت بقول كأنك انت قتلت البشرية كلها فإذن صوت دماء أخيك تصرخ وتنادي للانتقام والدينونة فإذن هو تعدي على هوية الرب تعدي على صورة الله لأنه النفس أهم من أي شيء تذكر أنه الحقد والكرهية هي من عمل الشيطان العنف هو من طبيعة الشيطان كان ذاك قتالا للناس من البدء فإذا موضوع القتل موضوع العنف ما تبرر لي شيئاته بالدين هذا موضوع شيطاني ثم شيئتان العنف هو عمل الشيطان الصارق الإرهابي لا يأتي إلا ليصرق ويذبح ويهلك أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل تتبع طريق الشيطان لكل عنف وقتل أم تتبع يسوع المسيح رئيس الحياة مصدر الحياة بل هو الحياة ليعطيك الحياة الفياضة ثم أحباء المسيح رفض العنف بكل أشكاله يسوع كان متجه للصليب لأورشليم وبعت تلاميذه يعني جهزوله في إحدى قرى السامريين يعني في الطريق بتاعه لأورشليم رفضوا أن يسوع يدخل إلى قريتهم يحنى ويعقوب كان عندهم غضب غضب عارم يا رب أتريد أن ننزل نار من السماء تحرق هؤلاء الكفرة ألم لستما تعلمان من أي روح أنتما ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص هاي روح الشيطان روح الانتقام فالإنسان عاوز ينتقم قال له ما بتعرفش أنت من أي روح هاي روح شيطانية مرة تانية يسوع في الهيكل عم بيشكوله بقولوله على فكرة بلاتوس القصة المعروفة الناس رح تعبد الله وبتقدم عطايا فبلاتوس حتى يأخذ من الخزن عملوا مظاهرة اليهود فكان الجيش الرماني متخفي فقتلوا اليهود في الهيكل خلط دماءهم بذبائحهم لوق صحاح 13 فعلى طول المسيح جواب فكرة كنت هؤلاء الجللين يعني أفضل ولا لا 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 إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون لا تخافوا من الذين يقتل الجسد بل للذي له السلطان مين الله اللي عنده السلطان أن يلقي الجسد والنفس كليهما في جهنم أي جهنم النار حتى في بستان جتسماني جاءوا يلقوا القبض على يسوع المسيح رايح للصليب خلاص فبترس راح ضرب بالخنجر بتاعه بالسيف الصغير وقطع أذن عبد رئيس الكهنة فكان جواب المسيح أنه وبخ بطرس قال له لأن كل الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيشا للملائكة واو ملاك ضرب كل أبكار إسرائيل ملاك واحد ضرب 185 ألف من جيش سنحريب فاتخالة 12 ألف جيش أو 12 جيش شيء آخر أحباء المسيح ركز على أهمية النفس النفس غالي النفس ثميني جدا ماذا يجد النفع لو ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه يعني ببساطة الدم بجيب اللعنة على الأرض يعني تعبنا بصراحة من أول ما خلقنا وإحنا حروب 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 والدم بجيب دم والسيف اللي بياخد بالسيف بالسيف كمان بيهلك وهذا قانون تاريخي مملكة على مملكة أمة على أمة أي أمة أي شعب بيستخدم السيف رح يهلك بالسيف هذا قانون إلهي قاله يسوع المسيح الذين يأخذون بالسيف تعاوز تأخذ الدنيا بالسيف بالعنف بالقتل أنت بنفس السيف رايح تهلك تخيلوا معي لو طبقنا تعليم المسيح والرسول بولوس كان عشنا حياة السماء على الأرض فالشيطان هو مصدر الشر والعنف والقتل والأبشع من هذا من أبشع الجرائم أنه استخدام الدين واسم الله لنصرة مقاصده يعني بيستخدم اسم الله في العنف والقتل شيء آخر مشهور جدا بموت شهيد المعلومات خاطئة مغلوطة جدا عن الشهداء وهذا رح نخصص له حلقة يعني الشهيد بالنسبة لنا اللي بيفضل الموت على أن ينكر المسيح أو مثلا شهيد الوطن فيه عدو واعتدى وأنا بدافع ولأنه أنا بدافع استشهد وإحنا بنعرف أطفال بيت لحم قتلوا حتى بدون ما يعرفوا تفجير الكنايس ماتوا وهمن غير ما يعرفوا شهداء ولكن الأصعب لما تعطى الفرصة يعني عندك عشر حقب في الرمان اللي اضطهدوا فيها المسيحيين اختار إما أن تبخر لقيصر وأن ترفض المسيح فرفضوا قيصر وقالوا يسوع هو الرب وماتوا من أجل المسيح هذه الشهادة ليست الشهادة أنك تتروح تقتل ناس أبرياء ومن خلال ما أنت بتقتل أنت قتلت فأنت شهيد لا 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 لأنه اللي قتل وانت عارف أنك تقتل أبرياء على جهنم مش على جهنم على قاع جهنم تارتروس اللي هي أسفل نقطة في الجحيم فإذا لا تستخدم عبارات وكلمات ما لهاش أي قيمة ولا أي معنى ليه للمصلحة الدنيا لا مثل تعون ليبيا الواحد وعشرين مصريين في ليبيا أعطوهم الفرصة رفضوا لحد آخر لحظة قالوا يسوع هو الرب وعشان تعرف أن شهادتهم حق أهليهم سامحوا داعش اللي قتلوا باسم الدين هذا هو الاستشهاد لك منخصص له مرة حلقة خلين أختم أحبائي ممالك قامت وقعدت لكن مملكة المسيح بحسب نبوة دنيال صاحب 2 هي المملكة التي لا تنتهي دنيال تنبأ على ممالك على بابل على ماد وفارس على الفرس حتى الإسكندر موجود في النبوة في اليونان المملكة اليونانية حتى انقسام المملكة اليونانية تنبأ عنها والرومان كمان تنبأ عنها في أيام المسيح وبعد الرومان يعني إحنا أرضنا كل التاريخ وإحنا محتلين سواء من الأشوريين البابليين والفرس واليونانيين والرومان والبيزنطيين والعرب الإسلام اللي فاتوا واحتلوا بلادنا حتى في الحقب التاريخية من عصر الأمة والعباسي حتى لأيام المماليك وحتى العثمانيين اللي فرجونا يعني نشفوا دم كل الجميع مسلم مسيحي في بلادنا في كل الشرق الأوسط الأطراق حكموا 400 سنة حكموا من 1517 ل1917 ثم بعد الأطراق جاء الإنجليز والفرنسا وبعد الإنجليز طبعا اليوم إسرائيل والله أعلم شو هاي ولكن دنيال تنبأ عن مملكة في إصحاح 2 هاي المملكة شوف هذه المملكة لا تنقرض لا يترك لشعب آخر تصحى كل الممالك تثبت إلى الأبد ملكوت أبدي وسلطان إلى دور فدور متصلت في مملكة الناس هو الإله الحي القيوم إلى الأبد ملكوت لا يزول مملكة على الكل تزول لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا أحبائي ملكوت المسيح بيبتدي الآن لما تفتح قلبك وبتسلم حياتك للمسيح بيغفر خطاياك ويعطيك حياة أبدية لما بتتوج المسيح رب وملك على حياتك هذه المملكة رح تنمو في كل الممالك في كل الأرض إلى مجيء المسيح حتى بغض النظر الدربات اللي رح تنزل على الأرض ملكوت المسيح سوف يمتد إلى النهاية فالله الآن يأمر بالتوبة توب وإرجع للرب يسوع والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر